يَا رَبُّ لَكَ النَّعَامَا ذَلْمَنِّ وَذَشَّانِي إِهْدِي النَّاسَ جَمِيعًا لِلنُّورِ الْرَبَّانِي أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى ومع هذا الحوار الممتع مع الأخت هيلانا جيمس من الولايات المتحدة ورحلتها نحو الإسلام وجهودها في الدعوة إلى هذا الدين العظيم في الولايات المتحدة أرحب بك مجدداً كنا نناقش جهودك لتحليل مفهوم التوحيد وتقديمه لغير المسلمين طبعاً كل هذا بناءً على تجربتك كم تعتبرين هذا الأسلوب مؤثراً وفعالاً طبعاً لغير المسلمين وبناءً على تجربتك أنت لقد تكللت حياة ابني بالنجاح ما شاء الله المرحلة التي وصلت لها الآن في الإسلام تمكنني من تحديد مفاهيم الحياة الخاطئة عندما كنت أصغر سناً لم أمتلك هذه الخبرة فقد كنت أتبع الناس والكتب ما كان علي فعل ذلك وكان من الأفضل أن أرجع دائماً إلى الأصل الأصل والأساس ماذا تعني بذلك الأشياء الرئيسية نحن نتكلم عن التوحيد والمصادر الأساسية تجعلك تقف دائماً عند مفهوم التوحيد أنت والله كتابه ورسوله قلت كتابه أي القرآن نعم ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو سم نعم عندما أتحدث مع غير المسلمين أخبرهم أن علينا الإيمان بالكتب السماوية السابقة والأنبياء السابقين لأثبت لهم أن القرآن هو الكتاب الشامل والمتنبئ بكل شيء وهو تطور للمراحل السابقة إنه ارتقاء عن مراحل الإيمان السابقة صحيح وهذا هو الإيمان في الواقع نعم وهذا الإيمان مترسخ في جميع الديانات السماوية هل تعتقدين أن ذلك أثمر جهدك؟ نعم هل قمت بتدوين تلك المحاولات؟ فقط من خلال الصحف التي شاركت بها وهل تتبادلين تلك الصحف مع الآخرين من غير المسلمين؟ نعم ما شاء الله أنا أقوم بالتحضير لإصدار كتاب إذن فأنت على وشك إصدار كتاب؟ هذا صحيح جيد ما شاء الله أي يمكنك إطلعنا على نوع هذا الكتاب؟ نوع الكتاب؟ عنوانه الخروج من تحت الرماد الخروج من تحت الرماد؟ نعم ما شاء الله إنه يصل حسماً لفيلم نعم هذا صحيح ما شاء الله ما شاء الله إذن الكتاب يتحدث عن رحلتك إلى الإسلام؟ نعم جيد في رحلتي إلى الإسلام كنت أصل إلى محطات معينة أود فيها حرق كل شيء ثم أبدأ من لا شيء ما شاء الله وهذا سبب إعطاء الكتاب هذا العنوان عندما ذهبت إلى مصر للدراسة عانيت من التمييز العرقي حقا؟ وكنت أتساءل وقتها لما يحدث هذا تركت الدول الإسلامية ورجعت إلى أمريكا وقلت إن علي البدء من جديد أتدرك صعوبة الموقف؟ بالطبع غيرت نمط ملابسي وبقيت محتشمة وتقربت من غير المسلمين لم أبقي على نفسي متطرفة كما في السابق حيث اختبرت التطرف في حياتي وكنت بمعزل عن غير المسلمين اعتقدته صوابا ثم تبين لي أن ذلك بعيد عن الصواب فإذا كنت في الشرق وذهبت إلى الغرب لابد لك أن تتعلم كيف تتماشى مع طريقة حياتهم حتى لا تفقد التواصل معهم هل تحاولين القول أن طريقة تركك لهذه المسافة هو النمط الذي كان عليك مواجهته في الدول العربية أو الدول الإسلامية نعم في الدول الإسلامية أيضا الدول الإسلامية نعم يعتقد البعض أن هذه الطريقة الفضلة للتعامل مع غير المسلمين المسلمون من بينهم المسلمون أنفسهم أيعتقدون أن عليك الابتعادة لتحمي نفسك ما هو السبب برأيك وراء اعتقادهم في الحقيقة توصلت إلى أن تلك الجماعات هي جماعات إسلامية متطرفة ولم أتوانى عن مراجعتهم بالأمر قلت لهم مهلا إنه ليس الإسلام أفهم ذلك أتساءل لماذا يقومون بتعقيد الأمور يخطئون كل شيء ثم يقولون لا تفعل هذا وهذا الإسلام هو دين الحرية وعندما اعتنقت الإسلام افترضت ذلك لا تقييد للحرية في الإسلام والآن أحاول أن أتمسك بنهج أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو المثل الأعلى الذي يجب أن يحتذا به علينا أن ننظر فقط إلى هذا الإنسان القدوة فقد كان مرشدا لجيرانه وللناس على اختلاف أجناسهم في ذلك الوقت إن تلك الجماعات تعيش بمعزل وهي تسعى إلى مزيد من الانعزال ولكن إن قمت بذلك كيف تتواصل مع الآخرين؟ إذن أنت تؤكدين على ضرورة التواصل مع غير المسلمين وأيضا التفاعل مع جميع الناس طبعا من ناحية إنسانية أليس كذلك؟ نعم وبالتحديد في هذه الأيام وهذه الأوقات لقد شهدت المنطقة الإسلامية أحداثا عنيفة في العشر سنوات الأخيرة كأحداث الحادي عشر من سبتمبر حيث كنت أعيش في نيويورك قبل محاولة الاعتداء على مركز التجارة العالمي وكان هناك العديد حولي مما نعانوا وتأثروا سلبا بهذه الأحداث فالمجتمع في أمريكا مجتمع تجاري نمطي لكن لم يعد كالسابق وكان علينا تحمل هذه النتائج وعلى الإعلام أيضا بالرجوع إلى ما بعد أحداثي الحادي عشر من سبتمبر كم كان هذا صعبا عليك؟ صعبا للغاية كنت في بريطانيا عندما وقعت هذه الأحداث وشاهدت ذلك على التلفاز في الواقع لم أصدق ذلك وقد صدمت بتلك الأخبار أتعلم الأمر الأول الذي أتذكره عندما عدت إلى أمريكا فور هبوط الطائرة هو منظر الجيش المتواجد في المطار علما أنني عدت هناك كمسلمة وقد تم إيقافي وهم دائما يوقفوني ثم علي أن أجتاز غرفة التفتيش لكن لماذا لا أعرف؟ هم يقولون لي دائما إنه لا يوجد اسم لي في ملفاتهم وبرغم من ذلك يتم إيقافي في كل مرة أذهب فيها إلى المطار وعندما يراني الناس في المطار ينظرون لي وهم يجهلون حقيقة الإسلام ثم يطلبون مني العودة إلى بلدي أجيبهم أنني في بلدي الناس يخافون حسنا وفقا لما تحدثت عنه أقول لا أحد يستطيع أن يخمن من أين وكيف يأتي الخير للناس فقد قابلت عددا من الأشخاص الذين اعتنقوا الإسلام وأصبحوا مسلمين بفعل أحداث الحادي عشر من سبتمبر وقد رغبوا في تعلم الإسلام والتعرف على المسلمين قاموا بعمليات البحث في المكتبة وأصبحوا مسلمين نهاية المطاف الجميع في حياته يتعرض للأحداث المفاجئة أو ما شابه وهو أمر يحصل في الواقع لكننا لا نعرف كيف تنقلب الأمور لصالحنا أو من أين يأتي الخير وحتى الكوارث يمكن أن تعلمنا الصبر وأن تثمر عن دروس مفيدة سبحان الله أخبريني هل لديك الصبر الكافي لتحمل نتائج أحداث الحادي عشر من سبتمبر وأعني بالضبط النتائج عليك كامرأة مسلمة حسنا أفهم ذلك إذن كان الأمر أصعب هل تذكرين أي أحداث أساءت بحق المسلمين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر هل هناك شيء ضرهم؟ قاموا بفرض حواجز على المسلمين وقد تعاملوا مع المسلمين بطرق مختلفة لكنني ما لمسته في الواقع كان مزيلا من الانعزال وكان علينا توخي الحذر في ذلك الوقت نعم فهم حسنا هل تحملين رسالة للناس في الكويت؟ فأنت تقيمين هنا الآن وهم يشاهدونك ماذا تقولين لهم من خلال تجربتك وكفاحك في رحلتك إلى الإسلام هل هناك رسالة معينة تودين أن توصليها لهم؟ أقول شكرا للكويت وعلي الاعتراف أن الكويت هي أمي الحمد لله الحمد لله فأنا أعيش هنا في الكويت الحمد لله ما شاء الله شعب الكويت طيب وتجربتي هنا طيبة أيضا الحمد لله الحمد لله الحمد لله أعزائي أبناء الأمة الإسلامية يجب أن نعمل سوية مع مختلف دول العالم من أجل هذه الرسالة فنحن في النهاية عباد لله سبحانه وتعالى رسالة أخيرة لعائلتك على أمل أنهم يتابعونك الآن بطريقة أو بأخرى أقول لهم شكرا على هذه التنشئة فهذه البداية التي بدونها لا أصل إلى ما أنا عليه الآن سبحان الله أختي هيلنا نشكر لك انضمامك معنا في هذه الليلة لمشاركتنا خبرتك في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين نتقدم بالشكر إلى الأخت هيلنا جيمس من الولايات المتحدة على الانضمام إلينا في هذا البرنامج ومشاركتنا برحلتها إلى الإسلام نراكم في حلقات قادمة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للقلب جناحاني للنور يطيراني والله هدى قلبي لذروب الإيمان للقلب جناحاني للنور يطيراني والله هدى قلبي لذروب الإيمان يا رب لك النعم ذلمني وذشاني اهدي الناس جميعا للنور الرباني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر